اشتركوا في القناة ان هذه الحكومة هي حكومة افعال لا اقوال لم يأتي من فراخ بالامس القريب وفي خطاب مفصلي عن السيد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمنهاجها الحكومي اعلن عن موعد الانتخابات المبكرة وهذا بالفعل تنفيذ لالتزام الحكومة منهاجها الحكومي وتنفيذ لمتطلبات حاجات الجماهير المنتفضة لدفع الضحايا كثيرة من اجل وكان مطلبها الاول هو اجراء انتخابات مبكرة الحكومة مصر على الاستمرار في هذا النهج وتنفيذ منهاجها الحكومي لذلك اليوم قرر مجلس الوزراء تنفيذ واحد من اهم البنود اللي جاء بمنهاجها الحكومي فبعد الحصر والدقيق لعدد الضحايا الشهداء اللي سقطوا في انتفاض التشرين من العام الماضي وحتى الاحداث التي رافقت تل التظاهرات في تموز من هذا العام صار حصر دقيق لعدد الشهداء وتعرفون تم اعتبارهم شهداء للوطن بدأ الشروع بتعويض اهاليهم استكمالا لكل هذا اليوم مجلس الوزراء قرر الاتي اولا شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الاول من العام الماضي وتنموز من هذا العام بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم 2 لسنة 2009 ولهم ما يترتب وفقا لهذا القانون من حقوق وامتيازات ثانيا الاعاز الى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم كلا حسب محافظته ثالثا احالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق رابعا شمول ضحايا تظاهرات تشرين الاول 2019 وتنموز 2020 بالضمان الصحي وقانون التعويضات ذي الرقم 20 لسنة 2009 المعدل خامسا تضمين مشروع تعديل قانون ذو الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالرقم 39 لسنة 2013 ليشمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في تشرين الاول 2019 تموز 2020 والذين باتوا عاجزين جسديا عن العمل بفعل عوق او حيف جسدي دحق بهم جراء تلك الاحداث هذا ممكن القول عن اقل ما يقدم لهذه الكوكبة الشبابية التي غيرت مجرى تاريخ هذا البلد باحتجاجاتها السلمية المطالبة بالحقوق مجلس الوزراء اليوم استضاف محافظ ديقار هذه المدينة الاصيلة العريقة مدينة الحضارة مدينة العلم والعلماء مدينة الشعر مدينة الثقافة هذه المدينة لا تستحق ما يجري فيها الان انتم تتابعون وتلاحظون مستوى الغضب الشعبي الموجود في هذه المدينة منذ فترة هذه المدينة لا تستحق الوضع المزري الذي يعيشه سكانها وابناؤها هل يعقل مدينة بهذه العراقة بهذه الاهمية طيلة سبعة عشر عام صرفت مئات المليارات سواء كان ضمن تنمية الأقاليم أو الموازنات الخاصة بالمحافظة أو مشاريع الحكومات الاتحادية المتعاقبة ونسبة الطرق المعبدة فيها 28% فقط طريق معبد لا أتحدث هنا عن مجال الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء طريق معبد نسبة الطرق المعبدة 28% فقط 72% في هذه المدينة هي عبارة عن طرق ترابية أو ما يسمى شعبياً بالسبويس هل يعقل أن هذه المدينة بهذا المستوى من الخدمات لذلك سيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ناقشوا باهتمام واقع المدينة باستضافة المحافظة واستماع إلى شرح تفصيلي على وضع المحافظة واحتياجات المحافظة بالأمس تعلمون أن السيد رئيس الوزراء التقى في مجموعة من شباب ذيقار من جرح التظاهرات أيضاً أعيد أو أكد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لكل المدنة العراقية لكن لذيقار للناصرية هناك خصوصية بفعل ما تشهده الآن من مطالب حقه من أجل رفع مستوى الخدمات وتحسين هذه الخدمات لذلك مجلس الوزراء خصص وقت طويل جداً لنقاش احتياجات هذه المدينة وقرر الآته تخصيص مبلغ عشرة مليار دينار بالمناسبة قبل ما أدخل بالتفاصيل رئيس الوزراء أكد على الوزراء بأي طريقة قانونية البحث عن أي طريقة قانونية رغم الأزمة المالية بضرورة تخصيص خمسين مليار دينار عاجلة إلى مدينة المحافظة المدينة الناصرية وهذا المبلغ رغم الضائقة المالية صار نقاش قانوني ومالي من أجل توفيره من أجل البدع الأقل وتهيئة بعض الأمور العاجلة حسب رأي المحافظة وطلبها لهذا المبلغ أولا تخصيص مبلغ عشرة مليار دينار لمحافظة ديقار تصرف أفقا للضوابط وتسدد من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات على أن تحتسب تزديدا للديون السابقة للشركة المترتبة عليها لصالح وزارة المالية للسنوات السابقة صار تعاون وتسابق بين الوزارات وبتوجيه من قبل السيد الرئيس الوزراء لتوفير هذه الخمسين مليار العاجلة عشرة مليار من وزارة الاتصالات خمسة مليار من وزارة النفوط وبقية الوزارات أيضا هناك راح تشكل لجنة لبيان قدرتها على إمكانية أن تخصص مبلغ من موازنتها التشغيلية غير المصروفة العام الماضي لتحقيق هذا المبلغ سريعا إلى ديقار ثانيا اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تمديد العمل بقرار المجلس الوزاري للطاقة والتوصية المرقمة 35 للسنة 2020 بشأن إعفاء شركة نفوط ديقار من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة 2 لسنة 2014 فيما يخص المبالغ المصروفة من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص البترولية وذلك لدعم المؤسسات الصحية في محافظة ديقار لمواجهة جائحة فيروس كورونا حسرا هناك منافع اجتماعية كل شركات النفطية المتعاقدة مع الدولة العراقية تخصص منافع اجتماعية لتقليل الضرر في المنطقة المحيطة في الحقل النفطي أو مجال عمل هذه الشركات فتم تخصيص 5 مليون دولار من هذه المبالغ مبالغ المنافع الاجتماعية لدعم مكافحة جائحة كورونا حسرا ثالثا الموافق على تجهيز الدوائر الحكومية بمادة القير بالآجل وهذا كان طلب للمحافظ وذلك من وزارة النفط لتنفيذ مشاريع محافظة ديقار رابعا الإعاز إلى وزارة الإعمار والإسكان بإنجاز أعمال الصيانة لمجسر ديقار الكونكريتي خامسا قيام المديرية العامة للمجاري وزارة الإعمار والإسكان بتحويل مبلغ فائض لديها مقداره 20 مليار دينار من الموازنة التشغيلية إلى الموازنة الاستثمارية كل هذا لدعم جهود تحسين البنة التحتية في المحافظة واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية سابعا تخويل رئيس سلطة الطيران المدني بتوقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية الدولي هذا العقد الذي ستنفذه شركة صينية وتأخر كثيرا وتتعرفون أن قاعدة الإمام علي العسكرية في محافظة ديقار تم تحويل قسم من مساحتها إلى مطار مدني وهناك شركة صينية ستقوم بإنشاء هذا المطار وتم تخويل رئيس سلطة الطيران المدني بتوقيع العقد هذا سيزعلون علي البعض من الوزراء في الحكومة السابقة لكن الواقع يجب أن يقال والحق يجب أن يقال كان هناك تلكء كبير سواء بسبب سوء الإدارة بسبب قلة التخصيصات بسبب بالنسبة للحكومة السابقة أيام تصريف الأعمال بتلكؤها في تحسين وصيانة الشبكة الكهربائية وهذا قد يكون سبب جوهري ورئيس للأزمة اللي يدمر بها حاليا في موضوع عدم إيصال طاقة الكهربائية بالنسبة المطلوبة وبالساعات المطلوبة إلى المواطنين سيد رئيس الوزراء وجه من اليوم أن يتم العمل على البدء بالصيانة استعدادا للصيف القادم هذا يستدعي تقديم خطة خطة تمويل من قبل وزارة الكهرباء قدمها اليوم سيد وزير الكهرباء وتم إقرارها هذا التمويل سيساهم بالبدء بتحسين الشبكة الكهربائية في عموم البلد ابتداء من يوم غد كي تكون الشبكة الكهربائية جاهزة لاستقبال زيادة الانتاج المتوقع خلال العام القادم هذا أهم ما دار في جلسة مجلس الوزراء القرارات المهمة بخصوص ضحايا الاحتجاجات وهنا أود أن أؤكد هناك المرحلة الثالثة نحن بدأنا بالمرحلة الأولى اللي هي إحصاء دقيق لعدد الشهداء وتم المباشرة مثل ما ذكرت ببدء التعويض لذويهم المرحلة الأساسية المرحلة الأساسية الأخرى اللي هي ذكرتها اليوم وهي اعتبار يعني تضمينهم وتحت مضلة مؤسسة الشهداء وفيما يخص الجرحة علاجهم داخل العراق وفيما يخص الجرحة الذين يتعذر علاجهم وزارة الصحة ستقوم بتشكيل لجنة من أجل البحث عن علاجهم خارج العراق المرحلة الثالثة والتي بدأ بها العمل الآن وهو تشكيل لجنة تقص حقائق وعندما ذكرت بأن هذه الحكومة حكومة أفعال لا أقوال هذا أيضا مصداق آخر لجنة تقص حقائق حول المسؤولين عن أحداث تشرين وتموز رغم أن تموز تم تموز الماضي أقصد تم الإعلان عن نتائج لجنة التقص لكن فيما يخص وكالتزام أيضا بالمنهاج الحكومي لجنة تقص حقائق لمعرفة المسؤول عن أحداث تشرين المسؤول عن قتل الضحايا وقتل المتظاهرين وتقديمه إلى العدالة تبدأ هذه المرحلة بالمدعين بالحق الشخصي بتقديم الشكوى ولجنة تقص الحقائق بإمكانها أن تصل خلال فترة يعني يستلزمها التحقيق إلى الفاعل الحقيقي لكل حالة على حدة وظروف اللي فقد بيها شبابنا حياتهم بهذه الطريقة التي لا ترضي ضمير الإنسانية وهذا التزام أخلاقي للحكومة مستمر بيه وستضع المسؤولين عن قتل المتظاهرين حتى وإن طال زمن التحقيق أو الوقت التي تحتاجها لجنة تقص الحقائق ستضع المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلف القضبان بناء على أوامر قضائية وفق تنسيق تام بين لجنة تقص الحقائق ومجلس القضاء الأعلى مستعد لسماء عسلتكم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم خالد الأنصاري بلومبرغ نيوز صلى الله عليه وسلم هل لك أن تطلعنا بالأرقام على حجم المساعدات العراقية إلى لبنان فيما يخص النفط والقمح نحن نعرف أنه وهل هذه وصلت المساعدات إلى لبنان نعرف أنه قسم من الشحنات النفطية وصلت هل نعرف هذا كان نفط أسود زيت الغاز الكميات بالنسبة للحنطة حجم هذه التبرعات إذا أمكن شكرا لك اليوم أيضا مجلس الوزراء أقر هذه المساعدات مساعدات متنوعة تشمل الغاز وهناك تقريبا 20 شاحنة وصلت إلى لبنان وهناك عدد آخر في طريقه إلى الوصول هناك مساعدات تخص موضوع الحبوب كميات كبيرة من الحبوب أيضا ممكن أن تصل عن طريق الشاحنات إلى لبنان مجلس الوزراء منذ اليوم الأول لمنذ الساعات الأولى لهذه الكارثة التي تعرضت لها الشقيقة لبنان وتعرضت لها بيروت منذ الساعات الأولى هو في تواصل وسمعتم أنه اتصل برئيس الوزراء اللبناني وأبدأ استعداد العراق للمساعدة ونفذت هذا الحكوم مباشرة هذا الوعد واتجهت الشاحنات ومثل ما قلت لك 20 شاحنة وصلت إلى بيروت المؤتمر الذي دعا له الرئيس الفرنسي ماكرون كانت مشاركة العراق واضحة وكان رئيس الوزراء متحمس جدا لدفع كل رؤساء الدول للتضامن من أجل الوقوف مع لبنان في هذه الأزمة التي مرت بها والكارثة التي تعرضت لها بيروت موفق مجيد قناة دجلة بالحديث عن الانتخابات جميعنا يعلم ما يستحقه المتظاهرين الذين ضحوا بجمعهم من أجل أن يحققوا شيء للعراق ولكن قد يعتقد البعض بأن معظم القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء هي أشبه بالدعاية الانتخابية لا سيما لم يتم الحديث عن الإسراع بعودة النازحين إلى مناطقهم من أجل ضمان أصواتهم لم يجر الحديث عن سلاح المنفلة الموجود في الشارع وكيفية حصره لم يجر الحديث أيضا عن قضية إجراء إعداد سكاني من أجل وضيط طالب بمبالغ كبيرة لحد الآن القضاء من القضاء لعلى ينقص أحد أعضاء مشاكل كبيرة كيف يمكن أن تحل هذا والحديث عن فقط الحكومة تتحدث بأن المتظاهرين والمتظاهرين نعلم المتظاهرين ولكن هذه أشبه بتاع انتخاب سعيد جدا بحرصك على تذكير الحكومة بواجبها من أجل خلق بيئة آمنة ومناسبة للانتخابات وهذا الحرص ليس فقط من جنابك من كل الزملاء الصحفيين وهذه الدعوة للزملاء الصحفيين أن يستمروا بالضغط على الحكومة وعلى المؤسسات الدستورية الأخرى من أجل أن تنفذ كل مؤسسة التزاماتها تجاه هذه المهمة الأساسية الحكومة جاهزة ومستعدة وهناك فرق خاصة تعمل كل منها في اتجاه معين فيما يخص الشأن التنفيذي فيما تفضلت به في موضوع النازحين وعودتهم فيما يخص موضوع حصر السلاح بيد الدولة والتقليل من تأثيره هناك فريق خاص في مكتب رئيس الوزراء يرأس خبير انتخابي كلكم تعرفوه وهذا الفريق يعمل ليلة نهار من أجل وضع الآليات بالتعاون طبعا مع مفوضية الانتخابات بالتعاون مع المنظمات الدولية مع منظمة المتحدة من أجل الوصول إلى ما تطمح له ويطمح له كل عراقي انتخابات حرة نزيهة في مناخ انتخابي آمن على المستوى الأمني وعلى المستوى الفني وهذا عهد على الحكومة وستوفي به أما فيما يتعلق في موضوع المحكمة الاتحادية استكمال قانون الانتخابات ملاحق هذا من اختصاص مؤسسة أخرى هي المؤسسة التشريعية وكل مؤسسة ممكن أن تقوم بدورها في هذا المجال من أجل الوصول إلى هذه الانتخابات الفاصلة والمهمة والانعطافة الكبيرة في التاريخ السياسي لهذا البلد السلام عليكم عمر هشام وكالة نينة الأنباء أطفل على استرسالك أستاذ أحمد بخصوص محافظة ذيقار نعم نحن كنا نعرف أنه ذيقار لها حقول نفطية وهو دخلت ضمن جولة تراخيص ماضية أين الأموال المخصصة مثلا مشروع البترو دولار اللي كنا نسبعنا في الموازنات السابقة في ظل وانا نشهده من أزمة مالية حالية هل هناك من تفعيل هذا الأمر هاي الشاق الشاق الثاني الحقول المشتركة اللي دينا مع دول جوار خاصة مع إيران حقول نفط مشتركة إيران أعلنت خلال فترة الأسبوع الحالي عن زيادة في إنتاجها من الحقول المشتركة مع العراق ليصل إلى 450 إلى 600 ألف برميل يوميا هل العراق إنتاج بهذه الحقول أم أن هناك أم أن الأمر يحتاج إلى مثلا يعني شركة دولية لتقسم المسألة بهذا الخصوص شكرا جزيلا خليني أبدو ياك من موضوع التخصيصات المالية لمحافظة بديقار وكيفية وضع هذه المحافظة بالمكان الذي تستحق من حيث الاستحقاقات موضوع البترو دولار هذا خاضع لإقرار الموازنة كلكم تعرفون لحد الآن موازنة 2020 غير مقررة وغير موجودة اليوم سيد وزير المالية في جلسة مجلسة وزراء ذكر وعزم الحكومة على تخصيص أو ميزانية أو عفوا موازنة للأشهر المتبقية من العام كان الحديد في سياق الآلية القانونية والمنفذ القانوني لتوفير هذه الأموال إلى ذيقار وبقية المحافظات فوزارة المالية عاكفة على إعداد موازنة للأشهر المتبقية من هذا العام قد يكون موضوع البترو دولار اللي أشرت له يأخذ مجاله في هذه الموازنة بما يخص الحقول المشتركة سواء مع الجمهورية الإسلامية في إيران حقول المشتركة مع دول أخرى من دول الجوار هناك قوانين دولية ممكن تحكم واتفاقات ثنائية ممكن تحكم هذا الموضوع لا يمكن لنا أن نتجاوز على حصتنا في هذه الحقول ولا يمكن للجمهورية الإسلامية أو غير همن الدول المحاددة واللي نشترك معها بحقول مشتركة أن تتجاوز حصتها في هذا المجال مثل ما قلت لك سواء كان فيما يخص الاتفاقات الثنائية بين الوزارات التخصصية في كل بلد أو فيما يخص القوانين الدولية الرائية لمثل هكذا أمور السلام عليكم تتجاوز يعني توفير خل أقول الأدق توفير فرص العمل حق أساسي ودستوري للمواطن العراقي هذه الحكومة رغم كل هذه الأزمة المالية والأرث الكبير اللي ورثتها من الحكومات السابقة لكنها جادة في معالجة هذا الأمر يمكن في مؤتمر صحفي سابق زعلوا عليه البعض من قلت أنه لا تعين كنت أقصد لا تعين قد يكون في هذا العام على اعتبار أن الموازنة لا تسمح لكن قبل قليل قبل ما أجيكم المؤتمر الصحفي كنت يمس سيد رئيس الوزراء وأبلغني شخصيا أنه أبلغ الصحفيين ومن خلالكم إلى المواطنين بأن موازنة 21 قد تضع حلول مهمة لهذا الموضوع وكم تم توجيه الوزارات بإيجاد الحلول المناسبة الطريقة المناسبة من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من المطالبين بفرص عمل أو التعين من خلال موازنة 2021 هذا فيما يخص القطاع الحكومي وأما القطاع الخاص فأيضا هناك توجه الحكومة بالإنفتاح وجعل القطاع الخاص جاذب جاذب للوظائف وفرص عمل كبيرة في هذا القطاع مع توفير حزمة قوانين تضمن للعاملين في سوق العمل هذا العمل الخاص تضمن لها الحقوق بطريقة قد تكون أكثر ديناميكية وأكثر جدوى من الحقوق الحكومية أصلا وأقصد ما يخص الضمان الاجتماعي والتقاعد وغيره هناك جدية في تفعيل هذا الموضوع من أجل أن يكون القطاع الخاص جاذب أكثر بثقافتنا بثقاليدنا أن المواطن يميل إلى التعين الحكومي لأسباب التي تعرفوها هناك عمل جاد من أجل وضع خطة لجعل هذا القطاع القطاع الخاص أولا فرص عمل كثيرة مع تأمين الأسباب التي تجعل المواطن يبحث عن التعين الحكومي وهذا إن شاء الله من مهام الحكومة على عمرها القصير على أقل تأسس لهذا الموضوع السلام عليكم محمد القالد من الأشور الإخبارية هناك منصب أمين بغداد من المناصب المهمة الموجودة لكن هناك تسابق من قبل القوة السياسية على هذا المنصب هل هناك رؤى لمجلس الوزراء ويكون مفتاح بغداد في أياد أمينها من جهة ومن جهة أخرى هناك أقضية ونواحي بحاجة إلى أعمار بناء تحتية ومن نواحيها الموجودة ناحية الخيارات التي تقع في موقع استراتيجي تربط ثلاث محافظات هي الأنبار وصلاح الدين وبغداد وتعد من السلال الغذائية الموردة لهذه المحافظات والمحافظات الأخرى هل سيكون هناك نظرة في عادة أعمار البلد تحتية لهذه النواحي الاستراتيجية شكرا أنا أشكرك على هذا السؤال قبل قليل قلت أن الناصرية لا تستحق ما تمر فيه أو ديقار لا تستحق بغداد تستحق ما هي عليه الآن بغداد لا تستحق ما هي عليه الآن من جميع النواحي وهي بغداد دار السلام في ذهن سيد رئيس الوزراء وفي صلب اهتمامه أن يعيد إلى بغداد رونق أن يعيد إلى بغداد أن يعيد إلى بغداد تلك الرائحة الطيبة التي كنا نشمها في بغداد عندما نتجول في هذه الطرقات وهذا بحاجة إلى أمين لبغداد يكون أمينا عليها ميدانيا علميا وهذا ما سيقوم به رئيس الوزراء قريبا سيقوم بتعيين أمين جديد لبغداد تستحقه بغداد وسيعطيه كل الدعم والإسناد من أجل أن يعيد إلى بغداد هيبتها ورونقها وتعود كما كانت قبل عقود مدينة حاضنة لكل الثقافات وحاضنة كان السياح العرب والأجانب يستمتعون في المجيء إلى بغداد إن شاء الله الأمين القادم الذي سيكلف من قبل السيد رئيس الوزراء مهمته عسيرة وكبيرة لكن سيلقى الدعم والإسناد من السيد رئيس الوزراء لأن موضوع بغداد أساسي عند السيد رئيس الوزراء شق الثادي الموقع الاستراتيجي لناحية الخيرات الموجودة تربط ثلاث محافظات يعني عادة بناء البلد تحتها هل هناك نية من قبل بجلس الوزراء بالالتفات إلى هذه النواحي بالتأكيد بجلس الوزراء وهذه الحكومة سواء كان هذه المنطقة أو غيرها منصل باهتمامات منصل باهتمامات خلق التواصل بين المحافظات والتقاطعات المهمة المناطق المهمة العقد الاستراتيجية المهمة التي تربط بين المحافظات منصل باهتمام مجلس الوزراء وهذه المناطق ستلقى رعاية مهمة سواء إذا كان اختصاصها أمانة بغداد أو اختصاصها محافظة بغداد أو اختصاصها محافظات أخرى هناك توجيه بهذا الموضوع ليس فقط الخيرات بقية المناطق المحيطة في بغداد أنتم تعرفون كم هناك إهمال كبير لهذه المناطق خاصة في شرق القناة هناك اهتمام كبير وبالغ وهذا السبب الذي دعا السيد رئيس الوزراء للتأني والبحث عن شخصية تستطيع أن تعيد إلى بغداد رونق السلام عليكم أحمد ليث مرازل قناة الطريعة استاذ أحمد اليوم وبعدما تم تحديد موعد محدد للانتخابات هل هناك خطة معينة لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وما هي الإجراءات التي ستتخذ في حال عدم إكمال القانون الجديد للانتخابات من قبل مجلس النواب وشكرا أنا أعتقد أنه أجبت على هذا السؤال زميلك سأل تقريبا نفس السؤال في حال عدم إكمال القانون الجديد للانتخابات عدم إكمال القانون هذا من اختصاص إكمال القانون والتشريعات من اختصاص المؤسسة التشريعية هذا ليس من اختصاص الحكومة الحكومة ستقوم بما يجب عليها ما يحدد صلاحياتها الدستورية هي التي تحدد مهامها من أجل خلق هذه البيئة الأمنة التي أشرت لها أما موضوع القانون ومالحقات تحت من اختصاص من جس النواب مثل ما سأل زميلك وأجبتها قبل قليل أنا أشكركم وشكر جزيل